طموحات الرئيس التركي التوسعية لم تعد خافية على أحد لكن يومياً تتكشف آليات سخرت من أجل تحقيق أهداف أردوغان موقع كياب نيليس التونسي بنسخته الفرنسية القدوء على أحد أهم أدوات أردوغان وذراعه المالية وهو أكسيم بنك التركي وفي تقريره أكد أن البنك ومقر اسطنبول تخطى نفوذه شواطئ البسفور والشواطئ الشمالية للبحر الأبيض المتوسط لا بل أصبح لاعباً رئيسياً في العلاقة ما بين تونس وما بين أنقرة يعتبر هذا البنك كسيم بنك التركي اسماً غير متداول أو معروف لدى عامة الشعب التونسي لكنه معروف جيداً في المجالات العليا للسلطة السياسية والاقتصادية أي الضباط ذوي الرتب العالية ومجتمع الأعمال والوسطاء في الداخل التونسي ولفت التقرير إلى أن تركيا أصبحت تسيطر اليوم على كافة طلبات المناقصات في المجال العسكري مستفيدة من الوضع الاقتصادي والمال الهش الذي تعيشه تونس كما يقول البعض وحاجتها المتزايدة لامتلاك أسلحة حديثة لمواجهة التهديد الإرهابي والأمن على حدودها وفي المنطقة ويضيف التقرير أن تركيا تفوز عملياً بكافة المناقصات من خلال إتاحة تمويل هذه المشتريات عبر خطوط الاعتمان الممنوحة لتونس من قبل هذا البنك أيضاً المجالات التي يدخل البنك التركي في تونس هي مجالات كثيرة بينها تمويل صفقة شراء الطائرات المسيرة المسلحة التركية بقيمة 200 مليون دولار تمويل المعدات التي اشتراها الجيش التونسي من مصنع المدرعات بي أم سي نورال ماكينة من خلال قروض مأخوذة من هذا البنك نفسي كما كشف التقرير عن عرض تركي يسمح لتونس بالحصول على أنظمة رادار من مركة أسيلسان بمبلغ نصف مليار دولار بتمويل من نفس البنك إن قبلت به ما أوجد تساؤلات حول تبعية تونس العسكرية والمالية لتركيا والتخوف منه خصوصاً مع الوجود التركي في ليبيا وعلى حدودها